أيضا قمت سفرة صينية لدى ألمانيا حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين وشد أعداد من مسؤولين الألمان بالتنمية الصينية والتعاون بين البلدين وأعربوا عن تهنئتهم بهذه المناسبة قدمت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية كاتيا كول أطيب التهاني نيابة عن الحكومة الألمانية بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية حيث قالت إنه على الرغم من المسافة البعيدة التي تفصل بين البلدين إلا أن العلاقات بينهما وثيقة جدا وإن الصين هي أكبر شريك تجاري لألمانيا حيث يتناول التعاون بين البلدين جميع المجالات وأعربت عن أملها في خلق المزيد من فرص التبادل وتعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وغيرها من القضايا هذه فرصة جيدة للاحتفال بالنجاح والعلاقات المنسجمة خلال سنوات الخمسين الماضية إن هذه العلاقات مفيدة للبلدين في هذه الأوقات المليئة بالتحديات تمنح هذه العلاقات الأمل للناس وتساعد الصداقة والتعاون بين ألمانيا والصين على خلق عالم أكثر سلاما وقد قدم موسيقيون الصينيون وخمسة عشر موسيقيا من تسع دول ومناطق أداء رائعا في حفلة موسيقية أقيمت في باريس الحفلة الموسيقية اليوم الخاصة جدا فنحن نتطلع لتقديم هذا النوع من الموسيقى الذي يجمع بين الموسيقى الصينية والغربية إلى الجماهير الحفلة الموسيقية في اليوم الوطني هي حدث كبير وأنا فخور جدا أن الموسيقي الصيني في الخارج وأمل في تقديم مساهماتي لوطني بالإضافة إلى ذلك وفي الأيام الأخيرة أقامت السفارة الصينية لدى كندا والقنصليات الصينية في تورونتو والأماكن الأخرى حفلات استقبال عبر الإنترنت